السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكم عاملين ايه يارب تكونوا بخير طلاب الصف الاول الاعدادي ميكملين يا ولاد مع بعض شرح منهجنا النهاردة ان شاء الله هناخد مع بعض باقي الدرس الثالث والرابع من الوحدة التمنى هناخد بالتحديد درس الجرامر هو درس التفضيل هناخده بطريقة سهلة جدا جدا بإذن الله مش هتخلص الفيديو إلا وانت فاهم بإذن الله درس كويس جدا جدا بس في البداية يلا بينا نقول بسم الله الرحمن الرحيم والصراط والسلام على أشرف المشتلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين المقارنة اللي خدناها المرة اللي فتت يا ولاد كنا بنقارن ما بين حاجة وحاجة حيوان وحيوان إنسان وإنسان بلد وبلد المهم ان انا كنت بقارن ما بين حاجتين لكن التفضيل يا ولاد انا بقارن ما بين أكتر من اتنين يعني بفضل حاجة على مجموعة حاجات زي من شوية لما قلت ان الكبري ده هو أوسع كبري في مصر أنا مش بقارن ما بين كبري قصر النيل وكبري تاني عشان نقول ده مقارنة ده أنا بفضل الكبري ده عن باقي الكبري كلها وبقول إنه هو أوسع كبري يبقى ده درس يا ولاد التفضيل طيب ده مثلا فصل فيه خمسين طالب وطالبة فبقول إن هيبة دي هي أطول بنت في الفصل هل هنا أنا بقارن ما بين هيبة وبنت تاني عشان نستخدم درس المقارنة اللي أخدناها المرة اللي فاتت لا ده أنا بقول إن البنت دي هي أطول بنت في الفصل يبقى ده درس لإيه التفضيل طب مثال كمان أطخل حيوان هو مثلا الحوت الأزرق هل هنا أنا بقارن ما بين الحوت الأزرق وحيوان تاني لا يبقى مش أستخدم درس المقارنة ده أنا بفضل الحوت الأزرق عن باقي الحيوانات كلها وبقول إنه هو أكبر حيوان يبقى ده درس لإيه التفضيل مهم جدا جدا يا ولاد إن أنا أقدر أميز ما بين المقارنة والتفضيل عشان لما يجيلي سؤال في الامتحان هو مش هيقولك ده مقارنة ولا تفضيل إنت لازم تبقى فاهم وعارف ومميز إن المقارنة ما بين اتنين لكن التفضيل بيبقى ما بين حاجة وحاجات كتير بفضل الحاجة دي عن باقي الحاجات بفضلها بقى في الطول بفضلها في الوسع بفضلها مثلا في الجمال بفضلها في القبحة وريفر أنا بفضلها عن باقي الحاجات في إيه طيب نفس اللي قلناه في المقارنة إن في عندي short adjectives and long adjectives صفات طويلة وصفات قصيرة هنقوله برضو النهاردة الصفة القصيرة يا أولاد بتعامل معاها زي؟ كل اللي انت بتعمله اللي انت بتحط ذا وبعد كده الصفة كده بتضيف للصفة EST يعني مثلا طول طويل The tallest الأطول Thin نحيف The thinnest الأنحف Big كبير The biggest الأكبر Fast سريع The fastest الأسرع Old قديم يبقى The oldest الأقدم ممكن انت مش بمعنى تاني كبير في السن يبقى The oldest معناها الأكبر سنا وهكذا ذا الصفة EST احفظوها زي اسمكو ذا الصفة EST طيب وزي ما خدنا بردو في قواعد لإضافة ال-E-R في درس المقارنة عندي بردو قواعد لإضافة ال-E-ST للصفة في درس النهاردة اللي هو الايه؟ التفضيل قال لك يا سيدي لو الصفة بتاعتك آخرها E فإيه الداعي اللي انت تحط E-ST ففي الحالة دي حط ST بس زي large هتبقى large زودت ST بس close بردو زودت ST بس طيب هنا بيقول لي يضاعف الحرف الساكن الأخير إذا كان مسبوقا بصوت متحرك قصير ثم يضاعف ال-E-ST زي بردو اللي كنا واخدنها في المقارنة حتى كنا بنقول إيه؟ متحرك ساكن ضاعف الساكن لو الصفة بتاعتك آخر حرف فيها متحرك ساكن يبقى انتهى ضاعف الحرف الساكن قبل ما تضيف ال-E-ST big biggest ضعفت ال-G thin thinest ضعفت ال-N hot hottest ضعفت ال-T fit fittest برضو ضعفت ال-A-T يعني القاعدة دي تشاري زي القاعدة اللي خدناها في المقارنة بزابط كده بس هناك كنا بنضيف-E-R هنا بنضيف-E-ST طيب القاعدة اللي بعد كده بيقولك ال-Y بتقلب-I زي مثلا easy ال-Y أهي ألبتها ال-I وبعد كده حطيت ال-E-ST happy ألبنا ال-Y-I أهي E-ST the happiest lazy كسول ألبت ال-Y-I أهي وحطيت ال-E-ST the laziest healthy أهي ألبت ال-I-E وحطيت E-ST إيه دا يتيتشار دا زي برضو المقارنة الله ينور عليك يبقى أنت عندك قواعد إضافة-E-R في المقارنة وقواعد إضافة-E-ST في التفضيل هي هي نفس القواعد اللي بيفرق أنت هناك بتحط-E-R وهنا في التفضيل بتحط-E-ST فلو أنت مذاكر القاعدة دي من المرة اللي فاتت يبقى أنت خلاص يعتبر ذاكرت القاعدة دي في درس-E التفضيل طيب تعالوا نترجم كده الجملة دي يا ولاد بيقول لي this bridge is the longest one يعني الكبري دا هو أطول كبري أنا مش بقارن ما بين كبري وكبري تاني لا 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 دا أنا بفضله عن باقي الكبري كلها وبقول إن هو أطول كبري طب مثال كمان heba is the oldest student in her class يعني heba هي أكبر طالبة فصلها هنا أنا مش بقارن ما بين heba وبنت تانية لا 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 دا أنا بفضل heba عن باقي زميلها كلهم وبقول إن هي أكبر بنت وبالتالي استخدمت التفضيل ذا الصفة est الصفة الطويلة يا teacher اللي هي long adjective زي مثلا dangerous expensive beautiful هل الصفة الطويلة ينفع أحطي لها est زي ما كنت بحط للصفة القصيرة هقول لك لأ طبعا زي ما كنا برضو بنعمل في درس المقارنة ما كانش بينفع أضيف ال er مع الصفة الطويلة نفس الكلام هقوله هنا طب أعمل إيه هتحط يا سيدي يا إما كلمة the most يا إما كلمة the least the most معناها الأكثر و the least معناها الأقل هحطهم فين قبل الصفة طب الصفة هزود لها حاجة لا ما أنا قلت لك بقى الصفة بتبقى إيه فاضية لإن هي أصلا طويلة مش مستحملة اللي إحنا نحط لها est يبقى القاعدة بتاعتنا هتبقى إيه the most الصفة أو the least الصفة الله يبارك لكم هنا ما بنحطش than than دي بتاعت المقارنة اللي خدناها الدرس اللي فات لكن درس النهاردة الكلمة اللي بنستخدمها هي the the بصوا the الصفة est والتفضيل the most أو the least يبقى الكلمة المشتركة عندك هي كلمة إيه the the ما تجيب ليش سيرة than خالص في الدرس ده than دي بتاعت المقارنة إنما التفضيل the يبقى التفضيل يا أولاد لو صفة أصيرة the الصفة est ولو طويلة the most الصفة أو the least الصفة الحوت هو أطخم حيوان أنا هنا مش بقارن ما بين الحوت وحيوان تاني زميله لا ده أنا بفضلك الحوت وبقول إنه هو أطخم حيوان فكلمة ضخمة معناها enormous ودي صفة طويلة ماينفعش أحط لها est وحيوان عشان كده قلت قبلها the most the most enormous I think mass is the most difficult subject أنا بعتقد إن الرياضة هي أكتر المواد صعوبة the most الصفة لإن هي صفة طويلة this t-shirt is the least expensive one in the shop يعني التي شيرت ده هو الأقل تكلفة the least expensive الأقل تكلفة في المحل طبعا expensive صفة طويلة عشان كده حطيت قبلها the least اللي هي معناها الأقل وزي ما كنا ماخدين جدول الصفات الشاذة اللي بيتغير شكلها في المقارنة هناخد هو هو الجدول برضو مع التفضيل الجدول ده مهم جدا 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 نفس الكلمات بالظبط أو نفس الصفات اللي تكلمنا عليها المرة اللي فاتت كلمة bad معناها سيئة طيب لو عايز أقول أسوأ من هدخلها بقى في مقارنة worse than طيب التفضيل بقى بتاعي النهاردة هتبقى هيها the worst الأسوأ far بعيد هدخلها في مقارنة وعايز أقول أبعد من farther than أو further than طب عايز أدخلها في تفضيل يبقى the farthest الأبعد أو the furthest الأبعد good جيد عايز أدخلها في مقارنة وعايز أقول أفضل من هدبقى better than أفضل من طب هقولها في تفضيل يبقى the best الأفضل late متأخر هدخلها في مقارنة later than هدخلها في تفضيل the latest little قليل الكمية هدخلها في مقارنة هتبقى less than أقل من طب هدخلها في تفضيل هتبقى the least الأقل mini و much اللي اتنين دول ياولاد mini معناها كثير العدد و much معناها كثير الكمية لما حب أدخلهم في مقارنة هتبقى more than أكتر من طب تفضيلة the most ومعناها الأكثر جدول دا يتحفز كويس جدا 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 طيب آخر حاجة في درس النهاردة ملاحظات عامة على صفات التفضيل بيقولك أحيانا ما بنستخدمش الزا اللي أنا قلت لكم دي بتبقى موجودة في التفضيل أحيانا ما بنستخدمهاش إمتى لو صفة التفضيل جت بعد عدد من الأعداد الترتيبية إيه هي الأعداد الترتيبية اللي هي first الأول second third fourth fourth fifth الخامس الأعداد الترتيبية دي ياولاد لو جت وراها صفة تفضيل انت هتستغنى عن الزا for example كايرو is the first largest city in Africa عايز أقول إن القاهرة هي أول أكبر مدينة في أفريقيا تخيل معي إن أنا عايز أقول أكبر مدينة أكبر مدينة هقول هزاي bravo عليكم the largest city the largest city the 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 largest طب ينفع بقى هنا أقول the largest قال لك لا لإني عايز أقول أول أكبر فهحط كلمة أول اللي هي the first وبالتالي ما ينفعش أقول هنا the largest ليه؟ لإن عندي هنا رقم ترتيبي ودي أول حالة يا أولاد ما بستخدمش فيها the مع الصفة اللي متضفلها est امتا؟ لو في قبلها عدد من الأعداد الترتيبية في حالة تانية برضو مش بستخدم الذا امتا؟ قال لي لو قبلها s الملكية اللي هي الأباستروفي est دي أو حتى صفة ملكية زي my he is her your our their its طب ناخد مثال بيقول لي نجيب محفوظ is Egypt's best novelist عايز أقولي أن نجيب محفوظ هو أفضل رواقي مصري فبدأت بكلمة Egypt مصر وحطيت الأباستروفي s بتاعت الملكية وعايز أكتب أفضل رواقي أفضل هنا ما ينفعش أقول هذا best ليه؟ لإني جي قبليها s الملكية فقلت best best novelist طب مثال كمان is Ahmed your youngest brother؟ يعني هل أحمد أخوك الأصغر؟ نفس الكلام برضو أنا مش عايز أقول أخ أصغر عشان أقول the youngest brother لأ أنا بقول أخوك الأصغر يبقى your youngest brother مش هحط هنا بقى ذا وأقول you're the youngest لأ لإني youngest جي قبليها ايه؟ صفة ملكية آخر حاجة بيقول لي لاحظ استخدام حروف الجر in و off بعد صفات التفضيل in بتستخدم غالبا مع المكان و off غالبا بتستخدم مع الأشخاص ومع السنوات أقول لك مثلا he is the best player in the team أدي the best أهي؟ صفة تفضيل أهي يا أولاد the best اللي هي صفة شاذ خدناها من شوية فجي وراها حرف الجر in يعني هو أفضل لاعب في الفريق مثال كمان Everest is the highest mountain in the world إن جبل Everest هو أعلى جبل في العالم the highest تعتبر صفة تفضيل جي وراها ايه يا أولاد إن يبقى إني اللي غالبا بتستخدم مع المكان وهتكلم بقى على أشخاص استخدم of some is the cleverest of her sisters يعني سما هي أكثر بنت ماهرة عن إخوتها فهنا the cleverest هي أولاد صفة التفضيل جي وراها ايه لإني هيجي وراها أسماء أشخاص وبرضو بتيجي مع السنين أقول مثلا the death of my uncle is the worst event of 2016 يعني وفاة عمي هو أسوأ حدث حصل في 2016 أدي يا أولاد the worst صفة الايه التفضيل وجي وراها of لإني جاي بعدها ايه يا أولاد سنة بس كده بكده نكون خلصنا الفيديو بتاع النهاردة أتمنى تكونوا استفدتم منه ياريت لو عجبنا الفيديو ما تبخدوش علينا بالضغط على زرار اللايك دعم منكم للمحتوى التعليمي اللي بقدمه أشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة